تدريب الرئيسي والتدريب كان مبكراً شوية لأن المطش الساعة 6 جيبوتها تتمرن على الساد القاهرة الساعة 6 فالنهاردة كان تدريب المنتخب وسبق التدريب كان فيه مؤتمر صحفي ليروي فيتوريا نقدر نقول قوام المنتخب الحمد لله اكتمل كل اللي عابين تواجدوا النهاردة في تدريب المنتخب يعني زي ما نتوا شايفين دلوقتي على الشاشة هو يمكن نجوم منتخبنا الوطني موجودين محمد النني بالتأكيد موجود محمد صلاح قدامنا على الشاشة مصطفى الحمد طارق حامد محمود حسن تريزيجي نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني القوة الضربة كلها موجودة في كمان موجود محمد هاني موجود محمد شريف موجود رامي ربيعة نتمنى له التوفيق وعودة من جديد لمنتخبنا الوطني في الفترة اللي جاية حرست المرمى عندنا محمد الشناوي في محمد صبحي موجود كمان أحمد فتوح يعني ان شاء الله بإذننا نتمنى التوفيق لمنتخبنا نهاردة حسن الشحات كمان هو قدامنا هتلقبط بين حسن والنين الفترة اللي جاية نفس قصة الشعر يعني ونفس الفرمة فنتمنى التوفيق رب المنتخبنا الوطني كمان الجهاز الطبي والجهاز الإداري أيمان عبدالعزيز مدرب المنتخب والتدريب الرئيسي على استاد القاهرة بكرة المطش ان شاء الله الساعة 6 بتوقيت القاهرة نتمنى التوفيق رب لي منتخبنا الوطني نهاردة كان فيه مؤتمر صحفي صبق التدريب فيتوريا اتكلم في تفاصيل مهمة محمد النيني كان موجود كمان في المؤتمر وتكلم في نقاط مهمة وأبرز شيء لفت انتباهي سؤال بخصوص الجمهور اتسأل محمد النيني وفيتوريا عجب السؤال فبعد إجابة النيني فيتوريا علق كمان على موضوع الجمهور والناس كان بتتكلم بفكرة نتمنى نشوف ملعبنا في الفترة اللي جاية مع منتخبنا حضور جماهيري كامل العدد شركة تسقارتي خفضت سعر التذاكر نوعا ما عشان الناس تيجي تحضر فنتمنى يا رب نشوف حضور جماهيري زي ما قالي النيني بصوا على ملعب الجزائر ملعب المغرب ملعب تونس حضور كبير جدا لأن ده منتخب البلد فنتمنى يا رب نشوف حضور كبير منتخبنا الوطني مع الجماهير المصرية ابتداء من لقاء جيبوتي غدا نطلع نشوف كلام فيتوريا ومحمد النيني وبعده نطلع فاصل ونرجع بعد المؤتمر والفاصل عندنا كلام مهم جدا في آخر أخبار الترنت